القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء الثمانون سنجار أليف قال الهروي مدينة سنجار بها مشهد علي عليه السلام على الجبل باء قال ابن شداد لما استولت التثر على سنجار سنة الست مائة وستين للهجرة أخربوا مشهدا كان ملاصقا للسور يعرفوا بمشهد علي عليه السلام فجدته نائب لهم من العجم الواحد والثمانون نصيبين أليف قال الهروي مدينة نصيبين بها مشهد علي عليه السلام باء قال في الأعلاق الخطيرة نصيبين بها مشهد علي ابن أبي طالب عليه السلام الثاني والثمانون صفين أليف قال في الإشارات صفين موضع كانت به الوقعة بين علي عليه السلام ومعاوية به شهداء لا تعرف قبورهم وبصفين مشهد علي عليه السلام باء قال ابن شداد صفين قرية كبيرة على مكان مرتفع على شط الفراط فيها مشهد لأمير المؤمنين عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر